أنا قصيت شعري عشان كنت عايزة أقص شعري يعني كان بقالي فترة عمالة بقولوا ما عايزة أشيل شعري عايزة أشيل شعري وادي هم الدينة هم بعيداً عن أنها عائلتي هي أستاذة إلهام شهين فإيه ده؟ يعني إنتهي تديني أنا الفرصة دي ده موضوع كبير جداً بالنسبة لي ولو يوم ما فعلاً حصل وعملت ده أتمنى أنه يليقت حقيقيتها وقرقتها وقوتها وطيبتها كل الحاجات الجميلة اللي أنا ترعمي بشوفها فيها بحبها كلها على بعض بحبها كلها على بعض أكتر حاجة حاسة بحبها فيها إن هي سعيد بتقلب بيدي ليس سعيد بحسها بيدي كده بنتي قوي كده بحاجة بلا قططي قوي ما بينها السعيد هي 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 شخصياتها قويبة وأنا مع جداً شخصياتها قويبة بس سعاد بتتكلم في حاجات أو بتنفعل بطريقة معينة بحس إن لا مش عشان حاجة وفي كل الحالات الناس بتتكلم والناس بتقول والناس بتعمل بس ببقى نفسي إن هي تقلل ده شوية عشانها عشان هي نفسيتها مش عشان أي حد ولا عشان أي حاجة نفسي عمل حاجتين متناقضين جداً عايزة عامل كوميدي من قلبي عشان خاصة إن أنا لسه مقربتش من حياتتي وحب أعملها قوي بحيث إن الكوميدي بحيث بيعرف يركب فيه شخصية بطريقة مختلفة عن أي تيمة تانية موجودة فحب أعمل ده جردان وغيره مستش تغل مع رصيزة كاملة أبو زيك فنانة وإنسانة مفيش منها بصراحة أنا قصيت شعري عشان كنت عايزة قص شعري يعني كان بقالي فترة عمالة بقولوا عايزة شيل شعري عايزة شيل شعري عايزة شيل شعري وفي الآخر قررت أن أعمله في يوم وليلة كده ورحت الأمني وقلت لها بصي الصوت مش هيبق فيه شعر وادعيه قالت لي تمام نزلت الأجزخانة جبت الشيء ده وشلت شعري وكاد كانت بصراحة كانت أكتر حاجة في حياتي عملتها حسيتني بالقرية كان فيه ناس كتير قوي مش معا ده لأن الشعر تاج المرأة وروستها وأنا متوسطة من روستي وبالنسبالي أنا تمام وعملت ده لي معرفش بصراحة حسيت أنها حاجة عايزة أعملها فليلة